استعرضت الحكومة خلال اجتماعها اليوم محاور النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج المقرر انعقاده في 31 يوليو الجاري وخلال الاجتماع تم التأكيد على أن النسخة الرابعة تستهدف مناقشة عدد من المحاور الرئيسية التي تتمثل في المحور الاقتصادي والمحور السياسي والتعليمي والمحور الاجتماعي والخدمي وتعد النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج هي الأكبر حتى الآن حيث يشارك أكثر من ألف شخص من المصريين في الخارج من أكثر من 56 دولة حول العالم من بينهم ممثلون عن 66 رابطة جالية للمصريين بالخارج